العدوان الاسرائيلي الغاشم على سوريا الحبيبة انبارح بالليل الكيان الصيوني قام بشن غارات في عمق العاصمة السورية دمشق وادت الى قتل عديد من الضحايا والمصابين عدوان جديد يستمر هذا العدوان وسط صمت عالمي مريب دينيا كلها صمتة العالم كله صامت صمت يا جماعة وحدش بتكلم نتيجة لهذا العدوان والهمجية الاسرائيلية نتيجة لاعتداءات الكيان الصيوني على سوريا ودمشق النهاردة طلبت بالتحرك الدولي لوقف الهجمات والعدوان او الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي السورية ووزارة الخارجية السورية اتكلمت على ما تقوم به او يقوم به الكيان الصيوني هو تهديد صريح للسلم والامن في المنطقة واستدعت ضرورة التحرك من المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الهمجية طبعا هم ما قالواش بينهم الهمجية انا اللي بقول الهمجية اعتداءات الهمجية الاسرائيلية على دمشق وطبعا تصرفات كعادة اسرائيل اسرائيل تستبيح سيادة سوريا من هذا النظام الصيوني الحاكم في اسرائيل نظام مارق دولة خارجة على القانون الدول ويجب بمحاسبة هذا الكيان الصيوني على الجرائم التي ترتكبها سواء في الاراضي المحتلة او في مناطق مختلفة ومنها الاعتداءات على سوريا الحبيبة الفيديو الاكثر مشاهدة هو ايضا هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم على سوريا الحبيبة نشوف ايه اللي حصل ايه اللي حصل فيه اصابات وفيه ضحايا بتكلموا اكتر من 15 واحد ربما قتلوا فيه ربما اصابات اخرى ولكن ضرب داخل العاصمة والبنية التحتية وضرب ايضا مدن وضرب المناطق السكنية اللي فيها شفت مجموعة من سور الناس الضحايا النهاردة فيهم دكتورة صيدلية صيدلانية فيهم دكتور كمان فيهم يعني الناس مدنيين ما لقيتش انه زي ما هم انتوا عارفين مزعم الصهينة مزعم الاسرائيليين مزعم نتانيه اقولك الحرس السوري الايراني السور اللي انا شفتها وغير كده غير كده يا السبيح دولة عربية دولة عربية ولكن قبل ما تشوفوا الفيديو جيش العرب السوري يا جماعة ما هو كسروه كسروه من 2011 كسروه جيش العرب السوري سوريا كان عندها جيش جيش كبير وعنده دفاع جوي وعنده مقاق جيش 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 العرب السوري معانا في ناصر اكتوبر بس في 2011 دمروه وهو ده كان الموضوع ضمر جيش العرب السوري فتسبيح اسرائيل كان الصيوني الاراضي والسيادة السورية كما عندكش دفاع جاعة هتعمل ايه دفاع جاعة هتعمل ايه وده اللي كان مترتب لنا الموضوع مش بعيد يعني ما لما ديك سوريا لازم تعمل وتعرف بالزبط كده ما هو كان الهدف ايه تدمير جيوش ما بقاش في جيوش المنطقة من اول عراق انت جاي من اول عراق انت جاي تاني بقولك بفكرك من اول عراق انت جاي كل يوم بتكلم في الموضوع ده عشان تبقى عارف هو ده الخطة ما بقاش عندك جيش قوي اضرب وعندك بقى القنوات المعادية تشتغل على ضرب الجيوش ما هو مصلحته مش عايز جيش يبقى موجود عشان تبقى الميليشيات ما كان الجيوش هو ده الخطة كانت صحنا ربنا حمانا وكرمنا ونصرنا ومنتصرين ولسه هتشوفوا ان شاء الله تاني لسه بقولكم بلا ولسه هتشوفوا ان شاء الله لفترة الجاية ان شاء الله عشان تعرفوا بلد دي قديه بسم الله ما ان شاء الله بس نركز نركز مع البلد نركز مع البلد فبريك سوريا ما هي دولة دولة عربية اسرائيل بتضرب في سوريا في اي وقت هي عزاة ومقاتلات الاسرائيلية هذا كان الصهيوني يدخل اجواء السورية بدون محد يقرب عشان هو عارف الحالة اللي فيها سوريا عارف الوضع اللي فيه الجيش السوريا حاليا او ممكن يضرب شوية مضادات ولا يعني مع تقديرنا واحترام لكن اللي انا اللي اعرفه في العسكرية في اي عسكرية يعني حد اخترق سيادتك بمقاتلة اسقاط المقاتلة ما هو كده كذا راد يعني هو ده الموضوع العين بالعين والبغي اظلم لكن هذا هو حال سوريا شوفوا كان الصهيوني عمل ايه في سوريا انبارح بالليل عمل ايه هجوم وعدوان زي ما بيعملوا كل شوية اعتداءات كل شوية بيعملوها يشوفوا اشتركوا في القناة